اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث العراقي بعد مشاكسات وتهديدات وتحشيدات ومواجهات بالاسلحة وخطوط حمراء رسمت هنا وهناك بينما يعرف بالتيار الصدري والاطار التنسيقي والصراع الذي شاهدناه في المنطقة الخضراء بين الميليشيات كل هذا بعد هذا نقول ان البعض اعتقد ان الطريق العودة قد اغلقه وان المواجهة حتمية بين هذه القوى وان المواجهة التي حصلت ما كانت الا بروفا او تمرين لمواجهة اكبر ستحصل وهي ستحصل حتمة لكن واقع الحال يؤكد ان هذه القوى كلها مملوكة لقوى خارجية ايران كما تعرفون كل هذه الميليشيات مملوكة لايران هي من تتحكم بها هي من ترسم سياساتها هي من تدفع حال اتخاذ الخطوة الفلانية وتراجع عن الخطوة الفلانية وبالتالي شهدنا خلال الفترة الماضية تصعيد في اللهجة وفي التهديدات الخطوة الحمراء الكل يدعي انه يعني هذا الموضوع خطأ حمر لا احد يتجاوزه هذا الموضوع خطأ حمر لا احد يتجاوزه وبالتالي اعتقد البعض ممن يعني لا اقول من قليلي المعرفة او او لا اقول من الواهمين ان الطريق قد اغلقها وان لا طريق الا طريق المواجهة بين هذه الميليشيات مرضى اخرى لكن واقع الحال اكد ان كل ارتفاع لهذه السقف يعني التهديدات كلما كان اصحاب هذه التهديدات واصحاب من يرعونها يخفون حلا وراءها وهذا ما حصلت طوال هذه السنوات العشرين التي مرضت دائما ما كنا نرى ان الامور تصل الى حد المواجهة العسكرية وحصلت هذا في 2009 وبعدها وحصلت كثير بين المالكي ومقتدى الصدر والكل هدد والكل خرج من المقتدى الصدر سحب جمعته وخرج من العملية السياسية وخمس مرات هو غادر غادر الحكومة والعملية السياسية وعاد مرة اخرى يعني هذه الأمور تعود عليه الشعب العراقي ويعرفها جيدا فبالتالي غالبية شعب العراقي يعرفون انه هذه القضية مجرد يعني زوبع ستنتهي بحل الايراني والحل هنا كما يبدو ظهر على لسان الخزعلي ظهر اولا على سنة الكثير من الاقل منه وبعد ذلك ظهر على لسان الخزعلي قال انه يعني ما دمنا يعني وصلوا الى مرحلة وانتم تعرفون وصلوا الى مرحلة وكأنهم يعني الاختلاف حول تسمية رئيس الوزراء القادم لطار التنسيق المتمسكين بمحمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الوزراء المقبل والتيار الصدري يرفضونه حتى وان كانوا خارج الفرلمان وصلوا الى يعني وصلت القناع الى ان القضية الآن البعض يعتقد وهو هكذا ان المرشح هذا اذا ما انتهت هذه القضية اذا محلت هذه القضية ستتحل هذه القضايا الاخرى ذلك خارج الخزعلي قال انه احنا محمد شياع السوداني بعد ان كانوا متمسكين وقالوا خط احمر لن نتراجع عنه هذا قال سنتراجع عنه وسنرشح مرشحا اخر يرضى عليه تيار الصدري وسنعطي لتيار الصدري ستة وزارات من الوزارات الاثنائش المخصصة ان للشيعة هكذا شكل الحكومات التي تحكم العراق اثنائش وزارة للشيعة اربع وزارات للسن اربع للكراد ما اعرف شين الكلام المعيب الغريب العجيب ويقولون اننا يعني نبني اطارا وطنيا وريد ان نوحظ بالعراق هذه العملية السياسية يعني لن تنهض بالعراق ابدا وما جاءت لانهو بالعراق جاءت لتخريب العراق وتدمير العراق وبناءها على اسس طائفية وعرقية هو اساس الخراب كل الدمر الذي حصل في العراق بسبب هذه السياسات وهذا التفكير والذين دعموا العملية السياسية ودعموا اطرافها يعرفون هذه الحقيقة يعرفون ان وراء ذلك هو تدمير العراق واستمرار مشروع احتلالها وتدميرها لذلك التصميم الآن ايران تريد وامريكا تريد عودة العملية السياسية بقاء العملية السياسية كما هي لذلك كل اطراف العملية السياسية كل احزابها وكل طواها كل ميليشياتها كانوا طوال هذه الفترة يقولون المهم عندهم ان تبقى العملية السياسية المهم لا يمس احد بالعملية السياسية تبقى العملية لان العملية السياسية في حياتهم مدخلاتها فساد ومخرجاتها فساد وخراب ودمار وهم حياتهم مرتبطة بهذه بهذه التركيبة بهذا الاطار السيء القاتل المقيت الذي دمر العراق طوال عشرين سنة واللي صنع الامريكان المحتلين صنع بولي فريمر الحاكم الامريكي للعراق عندما شكل مجلس الحكم عام 2003 واستمرت هذه الحالة وجاء الدستور ليثبت هذا بشكل شرعي وماكوش شرعي بالعراق كل ما بني تحت وخيمة الاحتلال هو باطل الحقيقة وكل هذه القوى باطلة وكل ما جنته وكل ما اتخذته وكل قراراتها باطلة لانها لانها ساندت الاحتلال وقفت ضد بلادها وضد شعبها ووصلوا العراق الى ما وصل اليه هذا الحال وبالتالي الان الموضوع الكرة وكأنها تبدو في ملعب التيار الصدري اذا قبلت بهذا الموضوع هم يريدون ان يرفعوا السقف الى حد معين لذلك من قالوا ان محمد الشياء السوداني ليس هو المرشع الحقيقي لرئاسة الوزراء القادم كانوا على حق يعرفون هذا ربما ولا يعرف لكن واقع الحالة وقد جرد قبل ذلك محاولات من هذا قبل ان يكون الكاظم رئيس الوزراء رشح علاوي غير علاوي وبالتالي كلهم ازيحوا ليأتوا بالكاظمي باتفاق معين والان رح تجري نفس العملية لكن هذه العملية هم لا يعرفون وهذا جزء من غضاءهم جزء من عدم فهمهم عدم معرفتهم بالشعب العراقي هم لن يفهموا ابدا يوما ما الشعب العراقي لانهم ليسوا من نسيجه لن يفهموا ان هذا الشعب ثورة جاهزة وانه موجات الصغيرة هذه التي واجهوها بالسلاح والقتل واخرها موجة ثورة تشرين عام الفين ونساة عشر هذه ستشكل موجات كبيرة ستتحد مع بعضها وتشكل موجة الكبيرة العاتية التي يعني تزيحهم جميعا وهي قادمة لا محاد هذا 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 القادم لذلك كنا نقول ودائما ما كنا نقول انه من يفرض واقع العراق في النهاية ويفرض المعادلة الصفرية على هؤلاء ليخسروا كل شيء ويكسب الشعب العراقي كل شيء هم الشعب العراقي فالثورة قادمة سيعيدون الكرة بهذه الطريقة لتبقى العملية السياسية كما هي ويبقون على سدة الحكوم ويعيدون انتخابات هنا استقيل هنا ما عرف منه هنا غيرنا واحد جبنا رئيس برلمان جديد جبنا ما هذا كل الكلام لا يعني شيئا هذه كل لعبة يريدون ان نكسبوا بها وقت وهذا الوقت ليس من حقهم هذا من حق الشعب العراقي عشرين سنة خسر الشعب العراقي من حياته ومن صحته من امكانياته ومن قوته ومن موارده ومن ثرواته ومن شعبه ومن كل شيء من كرامته ومن استخلاله ومسياته خسرها طوال عشرين سنة لن يسمح ان تستمث هذه الحالة هم لم يفهموا هذا ولن يفهموا هذا لذلك عندما سيدق الجرس ويشكلوا مثل هذه الحكومة سيجدون الشعب في كل الشوارع الثورة قادمة لا محال لان هذا وضحهم هذا ليس يعني ليس دعوة للثورة بقدر ما هو واقع يعني وصف لواقع حال هذا الشعب العراقي هذا تاريخ اقرأوا تاريخ الشعب العراقي وعرفوا ودرسوا نفسية الشعب العراقي ودرسوا ماذا فعلوا الشعب العراقي ثوال عشرين سنة وكيف هذا يعني تأذى هذا الشعب كيف قدمه ما هي التضحيات التي قدمها ما هي الخسائر التي التي أجبر على أن يقدمها هذا كل في حسابات موجودة والجرد والناس لا تنسى وبالتالي سيحاسبونكم عليه هذه أموالهم هذه أرضهم وأنا أقصد الشعب العراقي هذه أموال الشعب العراقي هذه أرض الشعب العراقي هذه سماء الشعب العراقي وهذه سيادة الشعب العراقي وكرامته واستقلاله وشعبه وناسه وأنهره ودجلة والفرات موال الشعب العراقي موالتكم وثرواته موال الشعب العراقي موالتكم وهو من يقرر شكل النظام الذي يريده لا أنتم الذين جئتم بإرادة أمريكية وتحت المظل الأمريكي والإيراني وشكلتم ما تشكلتم وسرقتم ما سرقتم وقتلتم ما قتلتم ونهبتم ما نهبتم وضيعتم هوية العراق وتاريخه وحضارته وكل شيء هذا لن يستمر واقع الحال لن يستمر وهذه اللعبة ستنتهي إلى خسارتهم جميعا ودائما ما كنا نقول أنهم لا يملكون رؤية صحيحة لواقع الحال يعتقدون أن البندقية التي بيد ميليشياتهم هي التي ستحميهم هذه لن تحمي أحد ولن تستطيع حتى حماية من يحمل هذه البندقية سيرمون بنادقهم سيرمون البدلات التي يلبسونها ويهربون وستكون ثورة الشعب عارمة ستنهي كل الشيء وهذا واقع الحال وهذا واقع الشعوب وهذا واقع الشعب العراقي هو لن يختلف عن شعوب الأرض وهو بالعكس شعب حر نبي طيب معطاء لا أقبل بالظلم ولم يظلم أحدا ولا أقبل بالظلم لذلك لن يقبل بأحد أن يظلم وتستمر هذه المظلمة الكبيرة وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة النقطة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة